واشنطن تلوح باتخاذ إجراءات مشددة وتهدد بالانتقام ممن أسمتهم فصائل موالية لإيران تهدد المصالح الأمريكية في العراق والخارج محذرة من أنها لن تتساهل مع تلك الهجمات في ظل مخاوف تتصاعد في الأوساط الرسمية العراقية والشعبية من إغلاق السفارة الأمريكية وانسحاب أمريكي محتمل جاءت تصريحات ديفيد شينكار مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى التي أكدت عدم تسامح الولايات المتحدة مع أي هجمات ضد مواطنين أمريكيين أو الجيش الأمريكي المتمركز في الخارج متوعدا باتخاذ إجراءات اللزم الأمر لحماية الأمريكيين في الخارج دون أن يؤكد أو ينفي رسميا التهديد بإغلاق سفارة الولايات المتحدة في بغداد لكنه حاول تبديد مخاوف بغداد عبر إشارته لمواصلة العمل مع العراقيين الولايات المتحدة التي ترى أن مشكلة العراق الكبرى والوحيدة هي وجود ميليشيات مدعومة من إيران تعمل خارج الحكومة وتقوض استقرار العراق عبر هجمات على خلفائه وتواصل إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء التي توجد فيها السفارات الغربية وتهدد القانون والنظام في العراق بشكل عام يبدو أن صبر واشنطن نفد واحتمالية المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتصاعد وفق مراقبين والسلاح المنفلت بيد الميليشيات هو ما تعاني منه حكومة الكاظمي التي تحاول جاهد الحد من نفوذ تلك الميليشيات عبر فرض هيبة الدولة